غرافولوجي يعني علم الأشكال علم الأشكال فكل ما يكتب على هذه الورقة نحن ندرس ما كتب سواء كان الشكل ميلان أو كان الشكل كبير أو مبالغ فيه هذا ما يتعلق بعلم الغرافولوجي أو ما يسمى بتحليل الشخصية من خلال الكتابة اليدوية أو من خلال خط اليد يجب أن نضع في أذهننا أو في أذهاننا شيء مهم جدا 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 ألا وهو أن علم تحليل الشخصية لا يتدخل في الغيب الغيب بيد الله سبحانه وتعالى نحن نتكلم على الشخصية فقط لا نعرف من خلال التحليل هذا لا جنس الكاتب سواء كان رجل أو امرأة ولا نعلم الغيبيات الغيبيات بيد الله سبحانه وتعالى فقط نعطيك شخصيتك في أو ما يدور في داخلك من خلال أسرار كتابتك لأن لابد أن نعرف كلنا تربينا وكلنا تعلمنا على أن الكتابة تكون بطريقة معينة الألف يكون بالطريقة الفلانية البا تكون بالطريقة الفلانية السين يكون بالطريقة الفلانية الها تكون كذا كلنا درسنا طريقة ثابتة للخط إلا من درس الخطوط الأخرى كالرقعة والديواني لا نحن نتكلم على كتابة الخط تحت ظروف طبيعية من يجي واحد يقولك أنا في مرة من المرات كنت جالس على البحر واحد كتب يعني على الأرض بالرمل قال لي بالله دكتور بالله يحلل شخصيتي ما هي بالطريقة هذه لابد أن تكتب بقلم جاف ناشف على ورق E4 غير مسطر لا يقل عن أربع أسطر ثم بعد ذلك تختم الكتابة بالتوقيع بهذه الطريقة نحلل الشخصية عندما نتكلم على تغير الشخصية تغير المزاج يبان حتى في الأحرف يعني كمجمل نقول الذين يكتبون بخط غير جميل هذا يدل على الذكاء طيب اللي يكتب بخط جميل ما هو ذكي يقول لا ذكي ولكن مدلول غالبية الخطوط التي غير جميل أو صغيرة يدل على الذكاء فمثال من يكتب الألف ويكون الألف مائل على باتجاه الكتابة يدل على شخص صادق في مشاعره إنسان صادق في مشاعره كذلك من يكتب الألف ولكن الألف باتجاه عكس الكتابة هذا لا يصدق في مشاعره لا يصدق في مشاعره